مجلس النواب فواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل والمطلقات إضافة إلى وقف رفع إيجارات محلات السوق الشعبي نطالب أن تكون رفع الإيجارات بشكل معتدل وبشكل مدروس إنسانيا وميدانيا أيضا ونطالب من الحكوم بعادة النظر في هذا القرار تخفيق مبلغ فواتير على خدمة الكهرباء والماء بالنسبة حق المطلقات والأرامل طبعا جاذي لواكب المكرمة الملكية لصاحب الجلالة اللي خاص فيها الأسر الفقيرة سواء كان بالإعفاء الكامل أو بتخفيض الفواتير وفيما يتعلق ببند الأسئلة تقدم السادة النواب بسؤالين إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية حول استراتيجية الوزارة لتجنيب مملكة البحرين آثار الفتن والكرهية إضافة إلى عدد مكاتب التوثيق في المملكة أحب أن ننوه أو نركز على أن هذا المرفق مهم جدا مرفق العدالة مرفق القضاء يجب أن يكون ويقدم خدمة تليق بالمواطن الكريم لأن أهولي رح يدفع رسم الخدمة اللي هو يبيها سؤالنا كان عن وجود استراتيجية لدى وزارة العدل لتجنيب مملكتنا آثار الفتنة الطائفية الفتنة الطائفية واضحة يعني في المناطق والدول العربية اللي شبه تدمرت فكان رد معالي الوزير أن بشكل عامل أطر العامة في مملكة البحرين هي تحتوي مثل هذه الفتن لأن التكوين البحرين متكون على كأساس دولة عربية إسلامية فنأمل إن شاء الله في الأيام القادمة أن تكون هناك أنشطة وبرامج من قبل الوزارة سواء على الصعيد الديني أو الصعيد السياسي بما يحفظ اللحمة الوطنية في مملكة البحرين مجلس النواب تمسك بموقفه فيما يتعلق بمشروع قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وأحاله مجددا إلى مجلس الشورى في محاولة لتغيير موقفه أن على مجلس الشورى أن يعيد النظر في هذه المسألة لأن مجلس الشورى هو من رفض هذا الأمر 2% ونحن نتكلم 2% عن إذا كانت وزارة فيها 100 شخص عن ما نتكلم عن شخصين رائحة توظفهم فمجرد نحن نؤكد ونصر على حقوق المعاق أو ذوي الاحتجاجات الخاصة بهذا الأمر أيضا تمسك مجلس النواب برأيه وكل المجلسين طبعا لهم الإرادة الحرة في إبداء رأيهم والتصويت على المشاريع والمقترحات وإبداء الملاحظات عليها طبعا في حدود دستور القانون في هذه المرحلة طبعا راح يرجع مشروع القانون إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي فيه وفيما يتعلق بمندي مراسيم القوانين قرر مجلس النواب الموافقة على تعديل أحكام قانون مصرف البحرين المركزي وإحالته لمجلس الشورى عرفنا من خلال مداخلات منهم ويعدون هذه التعديلات التي أجريت على القانون لما فيها من أثر في الحفاظ على مركز البحرين على المستوى العالمي كمركز مالي دولي وليس فقط خليجي وإقليمي إحنا حاولنا أن نجد مخرج يتكيف مع هذا الوضع وهذا كانت أحد المواد التي تم تعديلها المواد الأخرى التي تم تعديلها فيما يتعلق بصلاحيات المدير ليعين المصرف المركزي في حالة المؤسسات المعصرة وفي ختام الجلس أصدر المجلس بيانا أشاد فيه بجائزة جلالة الملك المفدة لتمكين الشباب في مقر الأمم المتحدة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزون البحرين